ممكن حضرتك في البداية تكلمنا أو تعرفنا أكتر عن الجيزة وجدت فكرة نشأتها منين والهدف منها؟ تمام طبعاً بشكرك على الاستضافة الجيزة الحقيقة ابتدت أو تم تتشينها في 2018 برعاية السيد رئيس الجمهورية والغرض الأساسي منها هو تطوير وتحفيز التقدم في الأداء الحكومي بحيث حق غايتين الغاية الأساسية هي تحسين الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن والغرض الثاني هو تحسين تنفسية الدولة ككل بما يعود برضو وإن كان بطريقة غير مباشرة على المواطن في النهاية فالهدف الحقيقة في النهاية الأمر هو تحسين ما يقدم وما يصل للمواطن المصري من خلال الحكومة ده كان في 2018 الجائزة كانت أول دورة فعالية لها من حيث التنافس وتقييم الجهات والحصول على الجوائز كانت 2019 والجائزة الحقيقة بتركز على زي ما حياتك يمكن ألمحتي في الكلام بتركز على الأداء المؤسسي والاستدامة بالنسبة للمؤسسات بس كمان فيها فئات وشق خاص بالأفراد اللي بيدعموا وبيقدموا مبادرات في هذا السياق كل ده في إطار جهازي الإداري للدولة أو داخل الحكومة المصرية الجائزة زي ما قلت ابتدت في 2019 ب15 فئة بس سواء كليات أو محليات أو مكاتب شهر عقاري أو مكاتب بريد ابداعوا ابتكار ده برضو أحد فروع الجائزة والقيادات المتميزة كان فرق أخر 2020 الحقيقة واجهنا التحدي اللي واجه العالم كله وهو الكورونا وإزاي أنه بقى فيه لوق داون وما فيش تحركات كتيرة للناس وما كانش فيه مجال قوي للتدريب ولكن زي ما احنا دايما بنقول أنها يعني ما احنا تحولت إلى منحة أن احنا استغلينا التكنولوجيا بتاعة الاتصال والتكنولوجيا الرقمية عموما فإن احنا نتواصل مع المشاركين بشكل عام بل ويحصل تقدم في الجائزة أنها تزيد من 15 فئة إلى 19 فئة ضفنا خدمات إضافية في التقييم بتاعنا زي مكاتب الصحة ومكاتب التموين وضفنا جوائز للأفراد وفرق العمل فده الإطار العام للجائزة وده خلينا نقول إيه الغرض منها الأساسي في الآخر هو ما يصل إلى المواطن من خدمات من خلال الحكومة نعم طيب قبل ما نروح للنقطة بتاعة المواطن وإزاي فعلا زي ما كنا بنقول في المقدمة أنه هيعود في المواطن في الآخر اللي بيسأل أنا بستفيد إيه من برامج زي دي بتكون الموظفين الدولة الفكرة الشركات يا فندم اختيار لويدز ريجستير فاونديشن هل فكرة وراها شيء حول اختيار هذه المؤسسة عموما فكرة الشركات سواء في التدريب أو وضع جوائز معينة أو تقييم لموظف معين وأهمية ده في اختيار مدارس من دول مختلفة ده سؤال مهم جدا لأنه فعلا لما طلع الخبر بتاع موضوع الشغل مع لويدز على الآيزو بعض الناس تسألت ودي حتة يمكن فنية شوية بعض الناس تسألت هل الجائزة دي بتقوم على نماذج التمييز ولا نماذج الجودة أو الآيزو ودول يمكن مدرستين مختلفتين شوية فنية الحقيقة عشان أوضح بس هي الشغل مع الآيزو مقتصر على تقييم آليات الإدارة وليس تقييم المتسابقين تقييم المتسابقين ليه معايير مبنية على نموذج اسمه نموذج التمييز الحكومي وده نموذج عالمي اشتغلت عليه عدة دول ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة وكان لنا يعني ساعدنا بأنه كان فيه شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة اللي ما لها سابقة من سابقة في هذا المجال فده النموذج اللي احنا بنشتغل عليه جوه الجائزة مسألة الآيزو والشغل مع لويدز هو مقتصر بس على آليات الإدارة وليس على تقييم المتسابقين وتقييم الفئات اللي أنا ذكرتها لكن نرجع للنقطة الأساسية في سؤال حضرتك وهي الشراكات الحقيقة الجائزة بتهدف إلى تعزيز وتشجيع الشراكة بين الحكومة وبين المجتمع بشكل عام وخلينا نقول في المرحلة الحالية المجتمع المهني يعني احنا ما بنهدفش برضو أنه الجائزة تبقى مجرد حدث سنوي فيه جائزة بتمنح لبعض الأفراد أو بعض الفئات وخلاص على كده لا بنأمل أنه التمايز ده يبقى ثقافة عامة يبقى ثقافة عامة داخل الحكومة أولاً وتنتشر إلى موراء ذلك وعشان تبقى ثقافة عامة لازم يبقى فيه شراكة مع جهات متعددة فإحنا طبعاً في شغلنا في الجائزة وشغلنا في التقييمات بيبقى فيه شراكة مع جهات تقييم بيبقى فيه شراكة مع جهات تدريب بيبقى فيه شراكة مع جهات استشارية من المهنيين المصريين أو خارج مصر ولكن بنركز على المصريين وبالذات اللي حصلوا على خبرات متعددة على مستوى العالم وبيجيبوا هذه الخبرات ويحضروها إلى مصر علشان تقدر البلد تستفيد منها فالشراكة بتبقى أكتر في مجالات التدريب وبناء القدرات على التميز بتبقى في مجالات تقييم التميز وفي مجالات تقديم الاستشارات في التميز وده من المناهج اللي الجايزة بتحفزها جدا جدا عندنا أفكار مستقبلية أن الجايزة دي تتوسع ما تبقاش مقتصرة بس على القطاع الحكومي تتوسع إلى المجتمع الأوسع إلى الشركات الخاصة إلى المجتمع المدني ولكن احنا مركزين دلوقتي على الحكومة الحقيقة لأنه قلنا خلي الحكومة تبدأ بنفسها خلي الحكومة تبقى هي النموذج اللي يقدم لباقي قطاعات الدول طيب بشمهندس يعني لو ممكن نتكلم أكتر عن الجايزة دي إزاي هتساهم أن هي تبني جهاز إداري كفء وفعال وبيضم مؤسسات وهيئات حكومية كثيرة وتكون متميزة الحقيقة هي الجايزة زي ما يمكن المحت هي مش غرض في حد ذاتها ولكنها أحد أحد الاستراتيجيات لتطوير الجهاز الإداري للدولة ككل بغاية أساسية وهي زي ما شرحنا ما يقدم للمواطن زي الجايزة بتساهم طبعا فيه أدوات كتيرة جدا ويمكن حضراتكم عارفين أن الدولة متبنية استراتيجية متكاملة لتطوير الجهاز الإداري بالدولة متواكبة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة كمان وفيه أدوات كتيرة سواء بناء قدرات سواء التحول الرقمي العنصر بتاع الجايزة هو بيشتغل على الجانب خلينا نقول المؤسسي والجانب السلوكي إنه مش بس بنشوف إيه الأمور اللي فيها يعني تقصير ونحاول إن إحنا لعالجها لا إحنا بنعمل العكس بقى بنركز على النماذج المتميزة النماذج المضيئة بنركز على أفضل الممارسات طبعا أفضل الممارسات ما بنفترضش إنها حتنزل من السمع على الناس لا إحنا الجايزة لها معايير المعايير دي بتتشرح وبندرب الناس عليها معايير زي ما أنا شرحت من شوية مبنية على أفضل الممارسات العالمية وبعضها لها علاقة بأفضل الممارسات الأوروبية ومن دول أخرى بندرب الناس على هذه المعايير ثم نقيم أفضل المؤسسات أو أفضل الأفراد اللي تبنوا هذه المعايير وطبقوه فمن هنا بيجي مسألة الإصلاح بس الإصلاح من الناحية الإيجابية النقطة الثانية أن المشاركين في الجائزة اللي بيصلوا إلى المراحل النهائية وبيكتب لهم الفوز فهم بيبقوا قدوة لجهات أخرى وبيوجدوا خلينا نقول غيرة إيجابية في الزملاء يعني مثلاً لما بنختار أفضل ثلاثة من فئة الأحياء أو من فئة القرى أو من فئة المراكز لما بنختار أفضل ثلاثة من فئة مكاتب البريد بقية مكاتب البريد أو بقية الوحدات المحلية بتحاول تشوف الناس دي بتعمل إيه؟ ونعمل زيهم فهنا بيبتدي ينتشر الأثر الإيجابي فهي تركيز على الجانب الإيجابي إظهار للنماذج المتميزة في الجانب الإيجابي من الإصلاح الإدالي وبالتالي بنعمل عملية جذب لبقية وحدات الإصلاح الإداري إنها تطبق أو تعيد تطبيق أفضل هذه الممارسات دي الفلسفة بتاعت الجائزة في إطار استراتيجية الإصلاح الإداري العامة ترجمة نانسي قنقر